أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وحلقات خصص الأنبياء جدا سعيد بلقائكم اليوم عندنا القصة دي النبي الكريم منذكور في القرآن الكريم مرتين ومن الأنبياء اللي قبل ما يولي نبيه كان يقوم بعمل الأنبياء كان يقوم بالدعوة اللي هي الصلب عمل كل الأنبياء والمرسلين أهلا بكم قبل ما أبدأ الفيديو هذا اللي هو مبرمج يتحطم القصة دي الأيوب عليه السلام بغيت نرد على بعض الملاحظات التي جاءتني بعد القصة دي العقوب عليه السلام منذ نذكر التفسير كلمة الاسم دي الإسرائيل اللي غادي يتزاد لعصيدنا يعقوب عليه السلام ما يغيبقاش غير يعقوب غير إسرائيل وبعد الدرية دي لغيره غيره غيره درية بانو إسرائيل وقيت بزاف دي الملاحظات كيقول يا عبداللطيف راخدتي من الإسرائيليات رخصنا نفرق الله يخليكم ما بين التوراة والإسرائيليات اللي بغيت نقول أن تفسير كلمة إسرائيل ما موجودش عندنا في القرآن الكريم فلرجعت اللغة العبرية ورجعت شفت شنو كان في العاد القديم اللي هما تجيبوا واحد خرافة والعيادوا بالله وأستغفروا الله منها وأتوبوا إلى الله منها كيشرحوا كلمة إسرائيل لأنها كانت تعني بالعبرية يسغائل يسرعوا الله يعني الدبز مع الله وجابوا واحد القصة موجودة في التوراة في العاد القديم في سفر التكوين جينيسيس لأن العاد القديم والتوراة هو خمسة دي الأصفار أصفار موسى الخمسة وأولهم هو سفر التكوين جينيسيس تمام موجودة القصة فقط طبيعة الحالة أنا كنت أستغفر الله من هذا الأمر هذا وأعوذ بالله منه ولكن هذا هو إصل تسمية دي الإسرائيل طبقا للعاد القديم بما أنه ما كانش في القرآن الكريم وأنا غير بغيت نقول اليهود شنو كيقولوا عليه عقوب شنو كيقولوا عليه صغير في التراث دي لهم فقط استغفر الله العظيم من هذا الكلام وقبل أن ندخل في الموضوع هذه القصة دي الكفل عليه السلام نطلب منكم تديروا الإعجاب واشتركوا في القناة القادة دي كما نقول كتشت بين ثلاثة وخمسة دي التواني دي الكفل عليه السلام هو نبي لأنكين هذا الخلاف هذا واش دي الكفل واش نبي واش نبي هو نبي ومنذكور في صورة الأنبياء وفي صورة صاد غير حقيقة أنه منذكور في صورة الأنبياء على قول ابن عباس وابن إسحق هذا دليل على أنه نبي ما يمكنش تذكر في صورة الأنبياء لو لم يكن نبي الآية كتب تقول في صورة الأنبياء وإسماعيل وإدريسا وذلكفل كل من الصابرين في صورة صاد وذكر إسماعيل واليسع وذلكفل وكل من الأخيار فالله تعالى في القرآن تقول عليه بأنه من الصابرين وصف آخر من الأخيار دعونا نعرف أصل تسمية دي الكفل دي الكفل هي لقب تلقب بهذا النبي الاسم دياله الكثير من العلماء يعتقدون أنه بشر ابن أيوب عليه السلام وشنوه الأصل تسمية دي الكفل أنه عاش في فعاد الوحد النبي من أنبياء بنو إسرائيل كان اختلاف كبير على شكونا هو هذا النبي ما غادش نحدد شكونا هو لكنه كان ملكا ونبيا في نفس الوقت هذا النبي جاهل أجل أنه يموت فالله تعالى عن طريق ملك الموت ومعروف أن الأنبياء والرسول لم يأتي ملك الموت ويأخذ منهم الروح ويستشرهم وإن يريد أن يتموت وإن يريد أن يتعيش غالبا كلهم كانوا يختاروا الالتحاق بالله سبحانه وتعالى فجاء عندهم ملك الموت وقال ليه راجل أجل ديالك واختار شي واحد من بينه إسرائيل يكفل ثلاثة دي الحواج أنه يصوم بالنهار حتى يفطر ويقوم الليل ويقضي بين الناس ولا يغضب هذه ثلاثة ديال الشروط شروط ماشي سهلة شروط دراغل المؤمنين الحقيقيين الذين يعبدوا الله وكأنه يرى شروط ماشي سهلة فكان يخرج في القوم ويسوم لهم في المجالس يكفل ثلاثة دي الحواج ويأخذ الملك والنبوة ديالي كانت يقول لهم يقيم الليل ويصوم النهار ويقضي بين الناس حتى واحد ما كان يتطوح حتى واحد ما كان يزيده إلا واحد ما كان يزيده هو الكفل هو الوحيد الذي يزيده وكان أصغرهم سنا فكان يرى هذا النبي ويقول له لا لا أريد شي واحد كبير من السن عودة المرة الثانية حتى واحد ما يقدر على المسؤولية إلا الكفل هو الذي يزيده وعطاه له هذا النبي وقال له هي لك دعونا نعرف أين عاش بعد ذلك الكفل عاش في جبل قاسي ونفشام في سوريا هذا الجبل الذي يطلع على دمشق وانتقل من ثماء ويستقر في العراق في واحد من المنطقة ويتابع لمحافظة بابل ثماء يعيش النبي الله ذلك الكفل وهو بعد ذلك قبل أن يأخذ النبوة وقبل أن يأخذ الملك كان يدعو في المنطقة في العراق وفي القوم كان يدعو إلى الله بالنيابة على ذلك النبي بنو إسرائيل ولكن الآن الكفل تتكلف المسؤولية أم لا ملك ونبي ملك على المنطقة ونبي على ذلك الرسالة التي كانت تنزل على ذلك النبي بنو إسرائيل قام بالمسؤولية أحسن قيام بالفعل حيث يدعو الكفل في القضاء وفي الدعوة وفي الحكم ويقيم الليل ويحكم بين الناس بالنهار ونهار كامل يدعو صايم لا تنزل على هذه المهمة قيدة أنملة ولا تستسلم ولا تنزل وفاب العهد هذا العهد الذي عهد والذلك النبي ليس عليه الكفل في إبليس سيأتي الحسد والغل والحقد على هذا السيد الذي لا تنزل أي شيء ونرى إبليس أن هذه الكفل لم يكن تنزل لم يكن تنزل كانت تنزل في القيلولة بين الظهر والعصر كانت تنزل واحد ساعة ساعتين فقط كيف كان النظام في الحياة بالنهار أولا سايم قبل المغرب يوميا كان يصوم الظهر وكان يقسم النهار ما بين الصيام والذكر والحكم والقضاء بين الناس كانت عنده فترة دائما كان يقضي بين الناس بداء من العصر حتى المغرب كان يدوز في القضاء وفي ذلك الوقت كانت الصلاة كانت يصل لي مئة مرة في النهار فإبليس حزده وبدأ يسافت له الشيطان قال لي دروري تضل على الأقيم العشرين يخفل على أقيم الليل يخفل على الصيام حاول تخنعه شربت رك نبي الله وتماليك وعندك مسئوليات والحكم تخرج تدير الدعوة على الأقل كل نار تشرب السمتة مع الناس وراء الله سيفهم لا يوجد مشكلة نار سيتأكل أو وارتح مع الناس وراء الجساد لديك حق وراء الجساد لم يكن تصنط الكفل لوسوسة الشيطان كانوا دائما الشيطان يرجعوا عند إبليس يقولوا خينارة رأس وقاز وعينة معه قال لهم إبليس ستكفل به أنا شخصياً ما هذا إبليس؟ جاء لديه وقت القيلولة يلاحط رأسه بغير ينعس النبي الله الكفل وكان هذا الوقت الوحيد الذي ينعس فيه في 24 ساعة دقوا عليه في الدار الخيارة قال لهم وقال لهم وقد أخذتها وبمناسبة جاء في الصفة الشيخ كبير في السن ستكلم عليه وقد قلت لهم ومن المناطق وقال لهم والدولة الرزخية وانت تأخذ وقال لهم قال لهم وقال لهم لا تسنق هنا هنا من نبي الله كان ممكن لماذا؟ يقول لهم مجلس القضاء فقط يتمنى سوف يتم مع العصر أجي شوفني يتم لا من الأداب قال لي واخانة كانت تسناك فمشت على نبي الله القيلولة بدأك يتسناك وحتاج الوقت القضاء خرز المجلس القضاء ومجاز السيد نهائيا أرجع للدار وعوثاني نفس القادية الكامل قيام الليل بنهارك يصوم وقت القيلولة بين الضهر والعصر يلاحط رسو عوثاني نبي الله للقفل ويخفط عليه إبليس الباب قال لي عوثاني نتاش أنه كاينك تسنيتك لم يأتي لديه قال لي هارعك يتعدى عليها قال لي أخي ممكن تتحق بيه في مجلس القضاء قال لي لا الله لا ضروري وانا رجل كبير يبقى فيه الكفل سفت واحد من الخدمه قال لي يصير معه ويجيب ليدك الناس لكي يكون حكم فيهم يبقى كاينتسناهم هذا الكفل عوثاني نمشت عليه القيلولة المرة الثانية ومشت الكفل للمجلس القضاء ديالو ما بين تشي واحد نفس القادية الليل القيام الليل بنهار العمال والحكم ورجع للقيلولة ديالو ولكن هاد المرة أعطى أوامير صاري ما الخدم ديالو قال لي هوم ما بغيت يدخل عندي التشي واحد وما يدقوا عندي التشي واحد ويلاجه هادك الشيخ الكبير قولوا ليه يجيل عندي المجلس القضاء ويجيب دوك الناس اللي كيتحاكم معاهم وأنا غادي نحكم بيناتهم بالفعل جادك الشيخ الكبير اللي هو إبليس حبسوه الخدام والحراس قالوا لي هاد الكفل أعطانا تعليمات سارمة أنه ما ندخلوك اللي عنده تسناح تفق من عاس ولا صيرتناح في المجلس الحكم ديالو ديالو قال لي هوم واحد ساعة نبي الله هاد الكفل كيسمع الدقاء اللي عنده في الباب وقال ما يمكنش أنا أعطيت أوامير مددقوش عليا جاو إلى لقادك الشيخ اللي عنده مددقوش عليا لا يمكنش مددقوش عليا الحراس لنحبسوه فغير شافوه قال لي أو عدو الله عرفوه أنت هو عدو الله إبليس قال لي نعم أنا هو إبليس ورأيت معي معك الشياطين وأنا دابعيت معك وما قدناش نخرجوك على الطريق وقال لي وكواك الحق انترى ما يقدعلي قال الله يغبر من الساحة غبر من أنظار وقال لي وهذه كانت خصة معروفة رواها ابن عباس على خصة إبليس مع الكفل لأنه تحرك في قلبه الغيد والحسد وبغاء يخرجوا على ذيك الطريق والإبليس والشياطين معروفة أنه منك يعرفوا عبد من عباد الله ملتازم على طريق الحق وملتازم على طريق الإيمان والتوحيد وطاعة الله سبحانه وتعالى وملتازم في طريق درجة الإحسان إلا وكي يحاولوا يخرجوه دي الكفل عاش خمسة وثمانين سنة دوز الحياة ديله كله بين الحكم الحكم اللي هو الحكم ديل الملك وكان ملك عادل والحكم ديله والخضاء اللي كان فيه عادل اللي كان يحكم الناس بخضاء وكان لا يغضب جميع السكان دي المنطقة كلهم لاحظوا أن هذا القاضي وهذا الملك وهذا النبي عمروا ما كي يغضب كدائما حليم وصابور كي يصبر على الناس وعنده نفس الطويل ما يغضبش عليك وليدرتي عمره يغضب ولا يتعصب هكذا النبي الكريم دي الكفل دوز الحياة ديله كلها مات على سنة خمسة وثمانين سنة ومدفون في العراق كين إجماعه على أن النبي الله دي الكفل مدفون في العراق المنطقة تسمى الكفل وهي تابعة لمحافظة بابل وكين المزار ديله موجود ومسجد سميته مسجد النخيلة واسد مسجد النخيلة كين القبر والمزار ديل النبي الله دي الكفل وليذكر الله تعالى وقال عليه أنه كان من الصابرين وكان من الأخيار كانت هذه قصة نبي الله دي الكفل وإلى الحلقة المقبلة إن شاء الله من الحلقات قصة الأنبياء شكرا للمتابعة